في موضوع آخر حذر صندوق النقدية الدولي من ارتفاع مستويات التضخم خلال سنوات المقبلة في مؤشرات تخالف توقعات الحكومة التي طمأنت باستقرارها في ذروة عملية طبع النقود الهيئة المالية الدولية وفي أحدث تقرين لها حول توقعات الاقتصاد العالمي نشر اليوم خفض من توقعاته بخصوص النمو بالجزائر بنهاية السنة الجارية والعام المقبل صندوق النقد الدولي ينقد كل توقعات الحكومة ويخالف جميع تطميناتها وينذر الجسائريين بمنحنة تصاعد لتدخم بنهاية السنة الجارية والسنة المقبلة الهيئة المالية الدولية توقعت أن تتجاوز عتبة مؤشر ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة 6.5% بنهاية السنة الجارية مقابل 5.6% العام الماضي على أن يتواصل المنحنة تصاعد للوتيرة السنوية للتدخم خلال السنوات المقبلة مع توقعات ببلوغها عتبة 6.7% العام القادم بفعل تداعيات خيار طبع النقود الهيئة المالية العالمية تخفض من توقعاتها لمعدل النمو والإجمال للجزائر إلى 2.5% في 2018 بعد أن توقعت في وقت سابق أن يبلغ معدل النمو 3% وتوقعت أن يبلغ معدل النمو للسنة القادمة 2.7% وهو نفس النسبة التي حددتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لتتساوى توقعات الحكومة والأفام لأول مرة هي البيانات التي قدمها صندوق النقد الدولي حول الأداء المالي للاقتصاد الوطني اندمجت بشكل كبير مع مضمون مشروع قانون المالية للسنة القادمة لكنها تعاكست وبشكل كل مع رؤية الحكومة لمعدلات التدخم وتأثيرات السلبية لخيار التوجه للتمويل غير التقليد